قال قدسة البابا توادرس ان الكنيسة تصلي من اجل نجاح الجهود الدبلوماسية الجارية حاليا من اجل الوصول لحل لمشكلة سد النهضة رغم الاستفزازات وتصريحات التي تصدر من جهة اثيوبيا واضاف البابا توادرس ان المفاوضات والصبر لن يستمر الى الابد في ظل اسرار اثيوبيا على ان يكون لها رأي منفرد بعيدا عن دولتين المصب مصر والسودان